أصنقوا على حاجة أول ما قولي هادي يا رب كده هعمل حاجة للعرق لأن في أغاني حلوة جدا لأعجبتني في أغاني جديدة كتير قوي نزلت مش يعني ما أنا أقولت لكم اكتبوا له أغنية من العرق تكتبوا هالي اكتبوا هالي عشان أعملها يعني قبل ما أعمل الكلبات بتاعتي بمشيتي اللي الأولية نصيب سلام عليكم ازايكم حاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير في فئة عبدو لايف من شوية كانت بتتكلم دلوقتي وبتطمن الناس على حالتها كلنا شايفينها أول ما بدأت تتكلم أول حاجة قالت لها استنوني أنا طلعة هرقص وبتعمل كلبات يعني في فئة عبدو ثابت الدنيا كلها وثابت الناس كلها اللي بتغني وطلعة هتعمل كلبات وهترقص على كل أغنية جديدة رقصة يعني في فئة عبدو هترقص على كل أغنية طلعت في الفترة اللي هي تعبت فيها رقصة وتنزلها للناس يعني انتو متخيلين متخيلين ان في فعبدو طلع من التعب ده كله علشان بس بتطمن الناس بتقولهم استنوني عشان انا هارقص ولسه هارقص الفترة اللي جاية انتوا يمكن سبعتوا ده جزء صغير من لايف الفيديو اللي بعد ده هكمل لكم الفيديو بتاعها قالت كلام حاجات اصعب من كده بكتير جدا انا كنت متوقعة ان هي لما تطلع دلوقتي هتقول حاجة واحدة بس الحمد لله ان ربنا نجاني من اللي انا فيه وان انا بقيت كويسة توبة كده لربنا اللي بتعمله عن افكارها اخر كلمة فيه عبدو قالتها قالت بمنتهى الصراحة انا لما هقف قدام ربنا انا مش مكسوفة ولا زعلانة من اللي انا كنت بعمله بالعكس انا مش ندمانة حتى على كل اللي كنت بعمله في الرأس وديك حاجة هي رسالة هي قالتها حتى دلوقتي كمان اتكلمت على موضوع في اللايف ده اتكلمت على موضوع الحجاب وقالت يا جماعة ناس كلها اللي قالت اللي اتحجبت انا ما تحجبتش انا طلعا لكهوت بشعري المراتي على الرغم ان الجو برد بس علشان ما فيش حد يطلع تاني ويقول انا تحجبت تحس كده ان الناس كانت بتشتمها لما قالت لها انك تحجبت بالعكس كان مفروض تبقى مبسوطة وتقول ان شاء الله في اسرع وقت او في اقرب وقت هتحجب انما هي طلعة بتأكد للناس وبتقول لهم يا جماعة انا بشعري عشان انا مش محجب بصراحة كان كلامها كتير قوي فيك حاجات كتير او مستفزة على الرغم انها من كلامها بتبقى قلبها ابيض وكل حاجة بس في حاجات ما بيختلفش عليها اتنين مش انك دلوقتي في في عبدو عندها تسعة وستين سنة تسعة وستين سنة واول حاجة لما بدأت تخف من الحقنة اللي هي بتقولها بتقول انا فقط الاحساس كامل برجليه خلال فترة تعبها ودلوقتي عايزة بس تقوم على رجليها علشان ترجع ترقص على كل اغنية واستنوا منها كلبات كتيرة جدا جاية الفترة اللي جاية لما تقوم على رجليها انا متعالي ربنا مريحك وانتي قاعدة كده خليكي قاعدة في مكانك بصحتك وتقرب لربنا وان شاء الله ربنا هيسترها معنا جميعا استنوا الفيديو اللي جاي ما تنسونوش بلايك شكرا 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 شكرا